السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وازايكو حبيبا عاملين ايه? تعالوا بقى ايه رأيكم بقى في الكيكة المعتبرة للسبونش? عاملينها بطريقة سهلة خالص. وبصوا انا عاملها معكم كزا مرة بس عملت لكم فيديو مخصوص للايه? للكيكة بتاعت اللسبونش. بصوا. طبعا انا عاملها على ست بيضات. عملت صنيتين. مقاسها تلاتين في تلاتين. اهو. بصوا. واعطاحتها على تلاتة وتلاتة يعني ستة. يعني عملت الترطة ست رقائد. دي كده الترطة الكيكة هيت قبل ما اقطحها. بصوا كانت لسه سخنة طلعة. طبعا مش اقطحها دلوقتي لازم تسيبها لمدة ساعتين او تلاتة عشو ما تطيريش منك وهي كده هشتغل ايه? بيها. طبعا بصوا انا بشيرها براحة كده اوليكم ارتفاعها. اهو. دي الصينية اللي انا اشتغلت بيها تلاتين في تلاتين. طبعا هقطحها على تلاتة رقائد. اهو بصوا كده. اه. عملت واحدة شوكولاتة واحدة ايه? طبعا الواحدة انا عاملها على ستة بيضات. يعني ستة وستة اتناشر آآ بيضة. يعني الترطة متكلفاني اتناشر رابطة عشان ما قاسها بس كبير. طبعا حضرت النص وستة بيضات. وعليها معلقة صغيرة محسن آآ جلي اللي هو الجلي ده. وفانيليا. وآآ معلقة صغيرة خل. وكباية مية صغيرة بتاعة شي. وطبعا هادرب كل ده في المضرب. ضربته كده وردتها تطف الصانية وتلعت معي احلى كيكا فانيليا. اهي. هاركنا على جاب ونعمل الشوكولاتة. برضو ست بيضات عليها نص كيلوز آآ دقيقة سبونة شوكولاتة. ومعلقة المحسنة هي. والفانيليا. والآآ ربي معلقة نص معلقة خل وكباية المية. ضربتهم ضربة حلوة كده. وانزلت فيها وعصة نية على طول. ودخلتها الفرن وتلعت معي احلى كيكا. اهي دربتها كده ضربها حلوة. كده. وطبعا ايه دي الكيكا بتاحت اهي معي. بسوا. بسوا منزل الكيكا. انا بشيلها براحة بس سخنة. اهي. طبعا دي على ست بطوت. اهي. انا بعملها على تلاتة لو هي كيكا صغيرة مقاسة صغيرة. طبعا عشان انا دي عاملة مقاس كبير تلاتين في تلاتين. عملت على ست بطوت وست بطوت. يعني اتنشر بيضة. الترت هتكلفنا دي اتنشر بيضة. بس هتربع معي كمية كتير. كتير كتير.